حتى الطلاق في لبنان لم توفره لعنة الأزمات إذ أن العديد من المتزوجين الذين يعتزمون الانفصال عاجزون عن ذلك بسبب فقدان وثائق الطلاق الرسمية من السوق ما حقيقة هذا الأمر؟ وهل من الممكن أن نشهد السوقا سوداء لإنجاز معاملات الطلاق؟ هذه الوسيقى الطلاق اللي نحنا عادة مفترض مفترض تيجينا جاهزة من المحكم الشرعي بعدما القاضي بنفذ الطلاق بيصدر حكمه بده يختم ويمضي هون ونحنا كاما خطير علينا أنه نستكمل المعلومات من تحت ونمضيها ولا يخذها لدقرة النفوس هلأ بالمحاكم مش موجودة كمان حتى هاي هي مطبوعات مفترض الدولة تأمنها لمكاتب المختارين فالدولة ما عم تأمن هادا الشي مش من هلا من زمان نحنا عمالي نقوم بعملية طباعة المستلزمات هاي يعني نحنا كنا بالزمان منفذ لنقول عشر وسائق زواج يقابل هاي ممكن وسائق الطلاق نحنا هلأ صرنا عمالي نقفذ 8 وسائق طلاق مقابل وسائق زواج فقدان وثائق الطلاق من الدواء الرسمية ولجوء المختير إلى طباعتها على حسابهم الخاص أثار مخاوف البعض من إمكانية الاستثمار والإتجار في معاملات الانفصال الزوجي عبر سوق سوداء موازية وبأسعار غير مضبوطة بحسب أعداد معاملات الزواج والطلاق الصادر عن دائرة الإحصاء في المدرية العامة للأحوال الشخصية فإن هناك قفزتين في المؤشر العام لنسب الطلاق من أصل الزيجات المعقودة والذي يرتفع بشكل طفيف على مدار الإحدى عشرة سنة الأخيرة وظهرت القفزة الأولى عام 2020 عندما ارتفعت نسبة الطلاق إلى 23% بعدما كانت 20.8% عام 2019 والثانية عندما قفزت عام 2022 إلى 26.5% بعدما استكرت على 23.3% عام 2021 المتخصصون في علم النفس الزوجي والأسري يجمعون على أن الأزمة الاقتصادية هي أحد أبرز الأسباب التقليدية للمشاكل الزوجية والتفكك الأسري لكنهم أكدوا أن التغيرات التي تطرأ على المجتمع جعلت الطلاق اليوم أكثر سهولة الطلاق صار مقبول أكتر صارت العالم تتقبله أكتر هلأ على الأكيد في عنا اختلافات ثقافية دينية أنونية ببعض المحلات كمان ساعدت بإيجادة كتير حلول لأنه نحن بنعرف أنه قبل كان الموضوع كتير صعب كان مرفوض وكان بيترافق مع صعوبات كتير يعني أوقات أشخاص بيكونوا بوضع أبدا أبدا منه نيح بس بنفس الوقت بينجبروا أنه يضلوا فيه لأنه ما فيه قوانين ولأنه المجتمع ما بيقبل فهيدي التغيرات ساعدت بشي محل لما تكون عن جد العلاقة منه نافع أنه نتكفي أنه يصير فيه تقبل أكتر لهالموضوع وفيه كمان أنه المرأة اليوم صارت متمكنة اقتصاديا أكتر وهيدي الشيء بيعطيها حرية الأرار بيعطيها حرية الإتكال على ذاتها وأكيد هيدا عنصر سمح لا تاخد الأرار على أساسات تانية مختلفة عن اللي كانت تعملوا أليا قبل على خط موازن تشير الأرقام الصادرة عن الدولية للمعلومات إلى أن عقود الزواج تراجعت بنسبة ثمانية عشر في المائة في حين أن حالة فسخ الخطوبة في السنتين الأخيرتين كثيرة جدا ومعظمها لم يدخل في الأرقام لعدم تسجيل الزواج بشكل رسمي اشتركوا في القناة